تعالوا نكمل مع إنجازنا الأولمبيا ونرجع تاني لإنجازنا الأولمبيا معي عبر الهاتف الآن كابتل محمد سمير عدو مجلس إدارة اتحاد رفع الأسكال وشقيق البطلة المصرية صاحبة فضية اليوم صارة سمير يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي و ألف ألف مليون مبروك رفعت رأسنا النهاردة الله يبارك في حضرتك فندم مبروك لمصر كلها النهاردة صار شرفتنا وفرحتنا وكنت لسه بأتكلم في المقدمة الله يكون فعونها و الله يكون فعونكم كمان وانتم معاها الضغط العصبي الكبير اللي كان عليها النهاردة ورغم كده كنت جاهزة أنها تشيل مداليا لمصر النهاردة والله يا فندم الحمد لله فعلا الموضوع كان ضغط جدا ويعني الحمد لله هي دايما بتباعت المسؤولية وفي المواقف دي بيلاقيها يعني الحمد لله ربنا يبارك فيها تواصلت معاها بعد المباراة أكيد قولي كان أحساسها إيه وشعورها إيه خاصة أن هي تلعب بتصريحات بعد المنافسات على طول وقالت أنها كان نفسها تاخد الدهب هي الحمد لله طبعا إنجاز جديد وإضافة جديدة لها والحمد لله على كل حال بس هي كانت بتسعى للدهب وكانت كان شغلها كله أن هي إن شاء الله تجيب مداليا دهب لكن قدر الله ما شاء فاعد يعني الحمد لله برضو مش قولي المداليا فضة وأحسن من النساء وبإذن الله لسه معادة دهب إن شاء الله المرة جاب إن شاء الله 8 سنين من الميداليا الأولى للميداليا الثانية هل في الفترة دي صارة حست بأي أحباط صارة فكرت إنها ما تكملشي ولا كانت مصممة إنها توصل للأنبياد النهاردة وتاخد الميداليا هو كان فيه أحباط طبعا وفيه عواقب كتير جدا في الطريق الفترة اللي فاتت وفترة إيقاف الاتحاد دي كانت أكبر ضربة لنا كلنا لكن بصراحة هي عمرها ما قالت إن أنا مش هلعب تاني يعني بس هي بتحب اللعبة ومصممة على النجاح ومصر عليه والحمد لله على اللي احنا فيه دلوقتي وده نتاج مجهودها وتعبها طول السنين اللي فاتت مرت بأزمات كتير سواء صحية أو انتكاثات في اللعبة نفسها وإنها توصل للإنجاز دلوقتي حاجة تشرف يعني الحمد لله كابتن محمد ده سمير أدو مجلس إضاء الاتحاد رفع الأسكال وشقيق بطلتنا المصرية صار سمير أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وألف مليون مبروك